نروح بقى مع حضراتكم على مقار جريدة البوابة نيوز وزميلتنا العزيزة مريم سميح اللي حتعرفنا على أهم وآخر الأخبار الرياضية في كل الصحف والمواقع صباح الفل عليك يا مريم تفضل صباح الخير عليك يا كريمة بصبح لك يا نهواندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهل في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقار البوابة نيوز ولكن خلينا قبل بدء هذه الجولة يعني أهنيكم وهني الأمة الإسلامية جميعا بالمولد النبوي الشريف كل ساون طيبين وبألف خير ويرب دايما يعود علينا الأيام بخير البداية طبعا من موقع البوابة سبورت أحمد دياب اليوم الإعلان عن أول 8 أسابيع في الدوري أكد أحمد دياب رئيس ربطة الأندية بالتحاد الكرة أنه سيتم توقيع العقوب على أي نادي أو مشجع في حال ارتكابه أي تجاوز خلال فترة المباريات كمان أضاف أحمد دياب أنه سيتم اليوم الاتنين الإعلان عن موعيد مباريات أول 8 أسابيع من الدوري الممتاز كمان يعني قال أو أكد أنه لم يتم حتى الآن تحديد أسعار التذاكر وسيتم الإعلان عنها وقت الحصول عليها كمان أوضح دياب أن شركة تذكرتي فتحت يعني باب التسكيل للحصول على 2000 آيدي خلال الساعات القليلة الماضية وكمان يعني سيتم فتح حجز التذاكر لحضور المباراة بمعدل 2000 مشجع للمباراة كلها ويعني بمعدل ألف لكل فريق أو ألف لكل نادي ده طبعا بشرط الحصول على لقاح فيروس كورونا ومن الشرق الأوسط توتنام يقلب تأخره لفوز ثمين على نيو كاسل في مواجهة مثيرة بالدوري الإنجليزي قلب طبعا توتنام تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين جدا بنتيجة 3-2 على نيو كاسل أمس في المرحلة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي واللي شهدت طبعا يعني أمس أيضا فوز وست هام على أفرتون 1-0 على ستاد جيمس بارك طبعا قدم نيو كاسل وتوتن هام مباراة في غاية الإثارة خصوصا في الشوت الأول واللي شهد أربعة أهداف كما توقفت المباراة طبعا زي ما كلنا شفنا لبضع دقائق ده طبعا بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية طريقة زي ما كل الناس اتكلمت على مواقع السوشيال ميديا وكمان تصدرت هذه العنوين المواقع الإخبارية كمان ألب توتن هام يعني تأخره بهدف مبكر للغاية إلى فوز ثمين اللي يرفع رصيده إلى 15 نقطة بعد طبعا يعني فوزه بنتيجة 3-2 وبهذه النتيجة تقدم إلى المركز الخامس فيما تجمد رصيد نيو كاسل عند ثلاث نقاط بعدما هزم للمرة الثانية على التوالي وهي الخامسة له مقابل ثلاثة تعادلات في ثماني مباريات خدها بالمسابقة هذا الموسم كمان يعني عنوان الثالث النهاردة من الرياضية الباين يعيد رقم السبعينيات استعاد فريق باين يونيخ طبعا الألماني صدرت ترتيب الدوري واللي غابت عنه مؤقتا لمصلحة بروسيا دورتمنت بعدما حقق فوز كسحا على طبعا باير ليفركوزن بنتيجة 5-1 أمس في المرحلة الثامنة للبطولة ويعني ذكرت إحدى الإحصاءات أن باير ميونيخ سجل 29 هدف في المباريات الثمانية الأولى في الدوري الألماني الموسم الجاري 2021-2022 ده طبعا ليه عادل الرقم القياسي واللي سجلوا خلال المرحلة نفسها من الموسم 1976-1977 طبعا نجح باير ميونيخ في تسجيل 29 هدف في الجولات الثمانية الأولى للباندليجة وحقق ست انتصارات إضافة إلى تعادل وحيد وتلقى هزيمة وحدة فقط فيما استقبلت شباكو 8 أهداف وارتفع رصيد باير ميونيخ إلى 19 نقطة متفوقا بفارق النقطة على دورتمنت واللي تراجع يعني للمركز الثاني وأخيرا من موقع اليوم السابع خمس أساطير يرشحون بنزمة للفوز بالكرة الذهبية 2021 طبعا يعني يرشح خمس أساطير كروية بينهم طبعا المدربان الرائعين زين الدين زيدان وأرسين فانجر والظاهرة طبعا الفرنسي رونالدو كريم بنزمة مهاجم ريال مدريد ومنتخب الديوك الفرنسية للفوز بالكرة الذهبية 2021 واختارت طبعا مجلة فرانس فوتبول قائمة مبدئية تضم 30 لاعب لاختيار أفضل لاعب في العالم واللي هيحصل على جائزة الكرة الذهبية في 29 نوفمبر المقبل طبعا يعني أيضا رشح بنزمة كل من روبرتو كارلوس وكمان لاعب فريق ريال مدريد السابق وأخيرا طبعا مواطن كريم بنزمة الجزائري رياض محرز دي كانت أبرز العنوين الصديرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقار البوابا نيوز بشكركم جدا كلمة ليكم مرة أخرى نحن نشكر جزيلا شكر زميلتنا العزيزة مريم سميح وطبعا شكرنا موصول للزميلة هانا أو القاصر على فكرة مريم كان عند ميلادها قريفة كل سنواتي طيبة برضا مريم مريم سهلا يا ريتك بضرتي بالمعلومة كنا عمدنا لها أجواء احتفالي طيبة مريم من المرسلات الشاطرين جدا عندنا بردو كلهم الحقيح لكل زملاء وزملات عمدين شغل أكثر من ممتازة ترجمة نانسي قنقر